السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد من مطبخي مطبخ شايماء عبدالغني هنعمل مع بعض النهاردة الحقوشي الاسكندراني بنفس طريقة المحلات بالضبط ممكن احلى كمان وهنعمله في البيت على طريقتي انا شايفين الجمال زي اللي برا بالضبط واحسن شوية كمان تعالوا بقى مع بعض كده نشوف هنعمل ايه النهاردة انا هنا حضرت حوالي نص كيلو دقيق وكمان حطيت هنا الخميرة في مياه دافية وعليها معلقة سكر ودلوقتي هحط بقى شوية ملح على الدقيق وحبتدي اعجن العجينة هدوب كده بقى الخميرة في قلب المياه ودوب الملح كده في الدقيق وحبتدي بقى اعجن وزي ما اتفقنا احنا عايزين العجينة بتاعتنا تبقى عجينة طرية وحلوة علشان تطلع النتيجة كويسة بدوب كده زي ما انتم شايفين عشان السكر يختلط بالخميرة وحنزل عليها بقى ايه هخلي بالجنب مني بقى مياه بحيس لما يوز مني مياه هنزل عليه بالمياه هحط كمان شوية زيت في العجينة بتاعتي علشان خاطر تلم معايا وتبقى كويسة واحنا عمل كده ما عملنا في كزا فيديو طريقة العجن وازاي تطلع العجينة طرية قلنا الكلام ده كله في كزا فيديو عملته على القناة قبل كده بحط بقى مياه لحسب احتياج العجينة مني وكمان بحط وحطيت شوية زيت زي ما اتفقنا وحضل بقى عجين فيها كده لغاية لما تلم معايا وتبقى عجينة متمسكة وطرية في نفس الوقت العجن سهل وبسيط ومفوش اي مشكلة خالص وزي ما اتفقنا قبل كده لو العجينة تريت منك قوي هتحطي شوية دقيق اما لو العجينة بقيت نشفة هتحطي شوية مياه فحاولي بقى على قدر الامكان عشان تثبتي العجينة بتاعتك حتي مياه شوية شوية لغاية لما العجينة تلم معاك وتحصلي على القوام المطلوب زي ما انتو شايفين كده خلاص هي كده قرب التلم معايا هكمل بقى عجني كده وورها لكم كده خلاص هي شايفين قدية يطرية وحلوة شايفين العجينة جميلة ازاي خلاص كده بقيت جاهزة معايا عجنتها كويس قوي هغطيها بقى بكيس بلاستيك كده واسبها بقى تخمر على جن وتعالوا بقى نشوف اللحمة المفلومة كان عندي بقى دهنف كده في الفريزر فبشرتها بالمبشرة وهنا ده حوالي نص كيلو لحمة هحط بقى عليه بصلتين وسط كده حطيتهم في الكبه عشان اضربهم ونعمهم وهحط بقى على البصلتين دولة شوية توابل وهي معلقة فلفل اصمر بصل بودة بودر ومعلقة سبع بوهرات ومعلقة سكر صغير وطبعا هحط ملح في الاخر خلاص دربتهم كده ونعمتهم في الكبه زي ما انتو شايفين وهنزل برضا عليهم اللحمة وحضربهم هم واللحمة بقى مع معض الغاية لما الخليط كله يبقى ناعم كده زي ما انتو شايفين هو بقى جاهز معايا هحط بقى عليه الملح يعني هنا هحط معلقة ملح بس مش كاملة قوي يعني مش معلقة مليانة بس مش هحطها كلها وطبعا الملح هنا حسب الرغبة وكمان هحط شوية خل وححط شوية زيت مش كتير لان انا فيها دهنة يعني وكده وكمان هحط شوية خل وحبتدي برضو اعجنة تاني خلاص كده بقت جاهز معايا شايفين قدية نعمة نعمتها خالص بالكبة وبقت جميلة خالص هي زي ما انتو شايفين خلاص كده حمسك بقى اللحمة دي وحجزقها لاربع تربع فطبعا بدا من جزقتها الاربع تربع فهعمل اربع ترغفة فهنا بقى هبتدي هقسم برضو العجين لحوالي اربع ارغفة وبالغطيون يعني هيبقى ثمان قطع اربع كبار واربع صغيرين هقسمه كده وحوريكو طبعا ديت الحجم بتاعها مش كبير ده على قد الرغيف كده يعني رشيت كده دقيق وبرس فوقي بقى العجين بتاعي زي ما انتو شايفين كده عشان ميلزقش خلاص كده انا عملتهم ثمان قطع اربع كبار واربع صغيرين هبتدي بقى اخد واحدة كده وافردها باخد كده من الدقيق على الوش وبفرد وبحط تحتها دقيق وعندك بقى الفردة او ممكن تستعملي او باديكي عادي تفردي بقى العجينة الخطوة دي ممكن تتفرد بالزيت بدل الدقيق بس انا بفضل دايما افردها بالدقيق عشان العجينة تتفرد معي قوي وتبقى رؤياء ما تبقى اشتخينة لكن حابة انت لو حابة تفرديها بالزيت عادي مش مشكلة انا بس عايزها تطلع كلها حتة واحدة وتبقى رؤياء ما تبقى اشتخينة مني زي ما انتو شايفين كده هي اكبر كده من كف الايد شوية عندي بقى صاج هنا دهانته زيت حطيت فيه بقى ايه الريف هوت وحطيت فوقه ربع اللحمة وحفرده كده وحسيب بقى التروف كده فاضية عشان التقفيل لما اجي اقفل بعد كده حفرت بقى العجينة اللي هي الوش اللي انا ححطه فوق الرريف برضو هو طبعا زي ما اتفقنا بقى اقل حجم اقل في الحجم من من القاعدة بتاعت الرريف برضو حفرده وحخليه رؤية مش هخليه تخين وتعالوا بقى مع بعض نحطه كده على الوش اهو شايفين هو اصغر شوية نشده كده ونبتدي بقى ايه نقفل بشد كده العجينة الفوق وباخدها بنزل بها على تحت شدها الفوق ونزل بها على تحت اهيه بشدها كده وبعدين اه اخد العجينة اللي تحت واطلع بها كده الفوق واضغط بيدي علشان خاطر اقفلها بحامش يبقى كده الرريف ده يرميدور لغاية لما اقفله كله بشد العجينة بشد الغطر اللي فوق كده وبعدين باخده كده من تحت على فوق واقفله واضغط جامد باستوابعي كده عشان اقفله كويس عشان ميفتحش مني وفي نفس الوقت بيدي شكل حاجة زي ما انتو شايفين كده قفلته خلاص هجيب بقشوكة وحبتدي اخرمه زي ما انتو شايفين كده العجينة قدقية نعمة بقى وقدقية طرية في اديكي وسهلة جدا معاكي الخلطة دي بقى عبارة عن شوية مية وبشوية سكر صغيرين خالص وشوية زيت اه ليه بقى ديت عشان هندهن بها وش الريف بس ببعد ما يستوي من تحت او ياخد لون من تحت خلاص هو كده انا كنت ادخلته الفرن واخد لون من تحت وبعدين طلعته بقى عشان ادهنه كده من الوش وبعدين هدخله بقى تحت الشوية عشان يكمل سوا وفي نفس الوقت ياخد لون وزي ما انتو شايفين كده هو اصلا كان احمر شوية زوائرين بس طبعا عشان يطلع يعني محمر قوي وهو دخلته تحت الشوية وطلع بصه شكله جميل ازاي الخلطة دي بتخلي لون الرغيف كده يبقى احمر زي ما انتو شايفين كده ومتحمر وشكله جميل قوي يعملوها مش هتندمه خالص وقادي الرغيف تاني هو تحت الشوية لسه شايفين بعد مخرج من الفرن قد ايه بقى الرغيف جميل قوي شبه بتاع المحلات بالزبط شايفين قد ايه جميل مشتخين بالعكس رفيع ورؤية ودول الاربع ترغيفة اللي انا عملتهم معاكم النهار ده احلى من الجاهز والله وصدقوني مش هتندمه ابدا لو جربته في البيت شايفين الجميل شايفين الجميل فتحت بقى واحد كده عشان اورهه لكم هو لسه صخر شايفين رؤية ازاي مشتخين تحفة 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 والطعم بقى خطير ما اقول لكمش طعمه تحفة جدا معمول في البيت وحاجة مضمونة يا رب بقى فيديو النهار ده يكون عجبكوا وتكون استفدتوا ياريت تجربوه تقولولي شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم